والآن مع فقرة حوار الثمار قالت التينة السلام عليكم كيف حالك يا عزيزتي قالت الزيتونة وعليكم السلام يا صديقتي أنا بخير والحمد لله قالت التينة أنت جميلة وملساء ولامعة ما اسمك حدثيني عن نفسك قليلا قالت الزيتونة أنا اسمي زيتونة ولي فوائد وأنواع كثيرة ومذكور اسمي في القرآن الكريم في سورة النحل الآية 11 وسورة النور الآية 35 وأيضا سورة عبسة الآية 29 وفي مواضع أخرى قالت التينة نعم وقد ذكرتي إلى جانبي في إحدى تلك المواضع وماذا عن أنواعك قالت الزيتونة من أنواعي الأسود والأخضر ويصنع مني الزيت أيضا وله فوائد كثيرة فهو يحمي القلب من تصلب الشرايين كما أنه مفيد لتهدئة الأعصاب وخفض ضغط الدم وأنت أيضا حدثيني عن نفسك فرائحتك زكية جدا قالت التينة أنا اسمي تينة وقد سميت إحدى سور القرآن الكريم على اسمي وهي سورة التين قالت الزيتونة أشعر بالفخر لأننا ذكرنا في القرآن الكريم فالقرآن كلام الله الذي يشبع الروح به وتطمئن القلوب قالت التينة نعم إنه شرف لنا من الخالق الرحيم قالت الزيتونة وهل يوجد منك أنواع وهل لك فوائد قالت التينة نعم إن أنواعي منها الأسود والأصفر والأخضر يأكلوني طازجة ومجففة أيضا والمجفف مني له فوائد كثيرة فهو يفيد لعلاج الأوعية الدموية وأيضا أحتوي على فيتامينات إي وبي وسي وأنا من فاكهة الصيف قالت الزيتونة هذه الفوائد جميلة ومفيدة ورائعة للأصدقاء قالت التينة سبحان الله الذي لم يخلق شيئا دون أن يكون له فائدة قالت الزيتونة أسعدتني معرفتك لابد أن نلتقي يوما إلى اللقاء قالت التينة وأنا كذلك يا عزيزتي إلى اللقاء يا عزيزتي وإلى اللقاء يا أصدقاء الأعزاء وإلى اللقاء يا عزيزتي وإلى اللقاء يا عزيزتي وإلى اللقاء يا عزيزتي